أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أنه تم الدفع بأربع قاطرات لإتمام عملية قطر سفينة الحويات وان أورفيوس وذلك بعد فقدانها التوجيه إثر عطل بدفة السفينة أدى إلى اصطدامها بكبر المنسي وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من سنغافورة والمتجهة إلى هولندا أوضح رئيس الهيئة أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسية الإختار بحدوث عطل في دفة السفينة في الكيلو رقم 74 ترقيم قناة وفقدانها التوجيه تم إعطاء تعليمات بالرباط للسفن خلفها بالإضافة إلى الدفع على الفور بأربع قاطرات ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن عدم تأثر حركة الملاحة بالقناة من هذا الموقف الطارئ حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بعد تحويل عبور سفن قافلة الجنوب من القناة الجديدة إلى القناة الأصلية